الاول وفوز مستحق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يعني انا بقول فالحسن احنا بالمركز الثاني زي السنتين اللي فات. ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يجيب البطولة السنة دي. ولكن يعني من وجهة نظرة. كابتنا عادت تتكلم على اجهاد ولعيبة وفترات هالفترات الراحة الفترة فات. ما كانش كافية. مسكت مبروك طبعا للأهل السعود. الفكرة في الفرق الكبيرة ما بتفرقش معها هو اول ولا تاني. صح. يعني الفرق دائم بتاعب على طولاتهم يهم فقط لغير النوع يصحل. يلعب مين بقى يبقى اول يبقى تاني يلعب يلعب الترجي يلعب الرجاء يلعب اي فرق يلعب فاق اصطفاء اي فرق ما بتفرقش مع الفرق الكبير. لان خلاص هو بيبص انه عنده ست ماتشات تمام. او سوري عنده اربع ماتشات ويوصل للفايل. فمش هيفرق معي فكده كده اصلا يعني لو قابل التاني هي قابل الاول اللي بعدين. فمش فرق كتير يعني. فمقصد هما ماتشين ويبتدي يقابل الفرق اللي هيستضم فيها وعندها طموح البطولة برضو وعندها امكانيات وخدرات البطولة. فمش هتفرق مع الفرق اللي بتدور على طولة. يصعد اول او تاني. مش هتفرق مع المهم يعدي من دور المجموعات. الكابتن عادل بيتكلم عن الايجاد. خلص احنا عايزين نلغي قموص فكرة الايجاد ده من من علامنا في علامة كرة القدر. ليه كنت تدي؟ نابلنا عشر سنين شغالين في القصة. عشر سنين. يعني انا بس مش عايز نبقى يعني ايه؟ بنادي اكسيكيوز للعيبة. نقول له انت 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 خرجنا القدر انا بطرفت عشان موجر. لأ. انا بحبش الحتة دي. حبش من برده. بالزبط. مش عايزين نحط مبرر. لا بالعكس. فيه لعيبة من تونس. لعبه في المنتخب. تمام. زي علي معلول كده برضو. فاهم اصلي. انا بقول لك في لعيب. وهي لعب برضو في الترجل. في لعب المغرب. انا عايز اقول بس يا كابتن. ان احنا اعتدنا على النظام ده. زي بالزبط الدور الانجليزي ما انت عندك بتيجي في شهر 12. وتحط وتلعب ماتشات كل تمانية واربعين ساعة مش كل تمانية واربعين ساعة. كل تمانية واربعين ساعة. كل تمانية واربعين ساعة. وخلص وناس اعتدت ايه؟ فاهم اصلي كابتن. مانتون اعتدوا كده. احنا طول السنة بوكسين كده؟ لعيبة بلعب وكي با đâu باي التي تلعب وي با تلعب في الأسبوع. يعني ريال مدريد للفuru اللي بتوصل بتلعب ماتشين في الأسبوع. اي ماتش في الدور وماتش طولة اولوبا. اي. فخلص فكرة ان انت عايز اتلعب ماتش في الأسبوع دي ولا تلعب تلعب في الدور العائمة. عايز تلعب كمكندي كل أو تلعب على كل البطولات التي تدخل فيها. فأنت طبيعي يجب أن تمر بالحالة هذه. يعني هنا في مصر كما ترى نظام المسابقات والتعائدات التي فيها. وقالت التنظيم وهو النهاردة يصحى الصبح. يلاقي الماتشات دخلت في بعضها. يقول لك إيه الحق؟ نزود ماتش، نركب ماتش، نضع ماتش. فهي موظي؟ بل مكتب المناسبة صحيح.